السؤال الأول جاء بمناسبة الكسوف الذي أصاب القمر ليلة أمس يقول السائل بمناسبة الكسوف الذي أصاب القمر أمس ثم تنادى بعض الناس في بعض المساجد إلى إحياء سنة صلاة الكسوف فهل لا قدمت لنا نبزة مختصرة عن سبب الكسوف وأحكام صلاته ومدى مشروعية مشاركة النساء فيها في المسجد أو في البيت الجواب عن هذا أن للكسوف سببين سببا حسيا وسببا شرعيا أما السبب الحسي في كسوف الشمس أن القمر يحول بينها وبين الأرض فيحجبها عن الأرض كليا أو رزئيا سبب الحسي في كسوف القمر حيلولت الأرض بينه وبين الشمس لأنه يستمد نوره منها فإذا حالت الأرض بينه وبين الشمس ذهب نوره أو بعضه هذا السبب الحسي وهذه مسألة علمية يرجع فيها إلى الخبراء والمتخصصين أما السبب الشرعي للكسوف الشمس وخسوف القمر وقد يطلق الكسوف أو الخسوف على كليهما شمس أو قمر هذا السبب الشرعي هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته إنما يخوف الله بهما عبادة يخوف الله بهما عبادة وأرجو أن الحسابات الفلكية وأن توقعات حدوث الكسوف في لحظة من اللحظات لا ينبغي أن تؤثر على هذا البعد الشرعي الجليل يخوف الله بهما عبادة صلاة الكسوف سنة مؤكدة إذا كسفت الشمس أو القمر شرع للمسلمين أن يصلوا صلاة الكسوف وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله سنة فيها أن تصلى ركعتان بقراءتين وركوعين وسجدتين نعم ينادى لها الصلاة جامعة ليس لها أذان ولا إقامة ينادى الصلاة جامعة سواء على المنائر أو في المكبرات يكررها حتى يسمع الناس سنة فيها أن يكبر الله أكبر تربيع الإحرام ويقرأ قراءة طويلة بعد الاستفتاح ثم يرجع ويطيل الركوع ثم يرفع ويشرع في القراءة مرة أخرى ليس يسجد يشرع في القراءة مرة أخرى يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها ما تيسر ويطيل لكن دون القراءة الأولى ثم يركع ويطيل لكن دون الركوع الأول ثم يرفع ويطيل لكن دون الرفع الأول ثم يسجد سجتين طويلتين وبهذا تمت الركعة الأولى ويأتي بالركعة الثانية على وفاق ما فعله في الركعة الأولى بارك الله فيه يبقى صلاة الكسوف ركعتان كل ركعة فيها ركعان وفيها قراءتان هذه صلاة الكسوف التي ثبتت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله في أعقابها بعد أن يفرغ الإمام منها يذكر الناس كما نفعل في العيد نصلي صلاة العيد ثم نخطب خطبة هكذا يكون الأمر في صلاة الكسوف يخطب الناس خطبة يبين لهم شرعية صلاة الكسوف يذكرهم بالله جل وعلا وبآياته ويأمرهم بأن يكثروا من الاستغفار والتوبة والتكبير والتهليل والتسبيع والصدقة وأن يستبقوا الخيرات لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره فأمر بالتكبير والعذق عند الكسوف عليه الصلاة والسلام إذن السنة للمسلمين إذا كسفت الشمس أو القمر أن يكثروا من ذكر الله عز وجل وأن يكبروه وأن يستغروه وأن يكثروا من الصدقات وعمل الصالحات المرأة تستطيع المرأة أن تصلي صلاة الكسوف في المسجد مع سائر المصلين لأن نساء الصحابة حضرن صلاة الكسوف حين كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز لها أن تصلي في بيتها منفردا هذا جائز وهذا جائز والحمد لله على توسعته على عباده ورحمته به وصلاة الكسوف من السنن المؤكدة بل قيل إنها فرض على الكفاية يعني يجب على مستوى هيوستن مثلا أن يوجد فيها مسجد على الأقل يصلي صلاة الكسوف ليسقط به هذا الواجب عن بقية المساجد وأما غيرها فعلى سبيل الاستحبال الأمضل طبعا أن تقام صلاة الكسوف في الجوامع فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس في مكان واحد وقرأ بهم قراءة تدل على أن هذه صلاة اجتماع فقد قرأ بها جهرا حتى لو صليت في النهار لو صليت وصليت وصليت في النهار يجتمع الناس إليها كصلاة العيدين وصلاة الجمعة وصلاة الاستسقاء فلل هذا على أن الأفضل أن يجتمع المسلمون في الجوامع وأيضا لأنه سيخطب خطبة بعد الصلاة وهو خطيب المسجد يخطف في الناس بعد انتهاء إصابة نؤكد لا بأس أن تصلي المرأة صلاة الكسوف في بيتها لأن الأمر عام فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم وإن خريت إلى المسجد كما فعل نساء الصحابة وصلت مع الناس فذلك حسن الخطبة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث المتفق عليه من حديث أمنا عايشة رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم إن صرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أبته من أجل غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وفي رواية ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى ربكم نعم العيش نوم والمنية يقزط والمرء بينهما خيال ساري ما إن يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري الصلاة في صلاة الكرسوف طويلة سواء القراءة أو الركوع أو السجول أما الخطبة عكس هذا يستحب في الخطبة بصفة عامة في هذا المقام أو في غيره تقصير الخطبة بحيث تفي بالمقصود من وعظ الناس وتذكيرهم ولا تملهم أو ترهقهم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه أي علامة على فقه فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة يبقى مرة تانية إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة هذا هو السؤال الأول في هذه الليلة أحبتي فينا